اشتركوا في القناة على ما احاط به حوار المنامة من رعاية بالغة واهتمام كبير خلق حافزا اقوى لدى المشاركين فيه للخروج بمبادرات بناءة واطروحات جادة لصالح المنطقة وفي تصريح لمعالي وزير الخارجية بمناسبة اختتام اعمال حوار المنامة في دورته الحادية عشر قلم عليه ان عناية قيادتنا السياسية الحكيمة بحوار المنامة ياتي ترسيخا لنهج مملكة البحرين الثابت والداعم لكل ما فيه خير العالم والتعاون مع كفة الجهود التي تعود بالنفع على الجميع وقد كان لهذا الدعم والمتابع لأعمال حوار المنامة عظيم الأثر في خروج هذا المحفل العالمي بصورة مشرفة ولائقة بمكانة المملكة وتعدد منافعه وتنوع آثاره الإيجابية على الصعيدين الأقليمي والدولي واكد معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن حوار المنامة هو استمرار لمساعي مملكة البحرين الخيرة ومبادراتها الرائدة في المواجهة الفاعلة للمشكلات القائمة والتي تعوق جهود التنمية عبر وسيلة مهمة وأدات استراتيجية تتمثل في الحوار ما بين المتخصصين والخبراء والمعنيين باعتبارهم الأقدر على رسم خريطة أفضل لعالمنا ومستقبل أكثر ازدهارا لشعوبنا وقال معالي وزير الخارجية أن حوار المنامة أثبت أن التغيير نحو الأفضل ممكن وأن تجاوز الأزمات واردا إذا ما خلصت النوايا وصدقة الإرادات وسعت الدول والحكومات إلى تعزيز المكتسبات وتقليل المخاطر والمشكلات عبر الحوارات البناءة واللقاءات الجادة والمشاركات الهادفة والأطروحات غير المنحازة سوى لأمن واستقرار العالم ترجمة نانسي قنقر